تنطلق اليوم منافسات النسخة الحادية والعشرين ببطولة آسيا لكرة اليد والتي تستضيف مملكة البحرين الشقيقة على صالة مدينة خليفة الرياضية حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري ويستهل المنتخبون الوطني مشواره في الخامسة مساء غد بمواجهة المنتخب العماني ويتأهل من البطولة الفرق الأربع الأوال لبطولة كأس العالم التاسعة والعشرين المقرر إقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج مطلع العام القادم